بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال حادث الاعتداء على السفينة التركية التجارية يتصاعد السفن الحربية التركية على أتم الاستعداد للرد هذا هو رد تركيا لا يمكن لتركيا أن تكون كلأا مستباحا تركيا على لسان المسؤولين الأتراك نائب الرئيس ووزير الخارجية وغيرهم ولعل عدم رد الرئيس أردغان أبلغ من رده فالرئيس أردغان الآن يرد بالعمل أن السفن التركية الحربية على أتم الاستعداد للرد على أي اعتداء على السيادة التركية السفن الحربية التركية في حال التأهب وعلى أتم الاستعداد للرد وذلك بعد مداهمة السفينة التجارية التي ترفع العلم التركي الانتقام من السفن اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط مطروح أيضا كبطاقة على الطاولة حيث قام قائد يوناني بتوجيه السفينة التي نظمت الحملة ضد السفينة التركية هذه صورة لأسطول حربي تركي سفن حربية جاهزة منطلقة لكي ترد على هذا العدوان تسبب تفتيش سفينة تجارية تحمل العلم التركي ضمن عملية إيريني الأوروبية هذه العملية المنحازة التي ترى بعين واحدة ترى الحكومة الشرعية فتمنع امدادها ترى تركيا فتحاول أن توقفها والتي صنفتها تركيا على أنها عملية منحازة عملية إيريني بصخط تركي شعبي وحكومي كبير وتتوجه الأنظار إلى الخطوة القادمة التي ستتخذها تركيا وتمتلك تركيا حقوقا صريحة وواضحة تنبع من القانون الدولي لترد على أي هجوم خطير على أرض الوطن يمس الحقوق والسيادة لتركيا وفي السياق ذاته استدعت تركيا القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في عنقرة وسفير إيطاليا وألمانيا إلى وزارة الخارجية التركية وتم تسليم مذكرة احتجاج للدول المعنية بسبب مداهمة وتفتيش السفينة التركية دون موافقة صريحة من تركيا وتضمنت المذكرة أن الحادثة كانت مخالفة للقانون الدولي وتم تسجيل حقوق التعويض لتركيا السفن الحربية في حال التأهب وعلى ذات الصعيد فإن تركيا بالإضافة إلى المذكرة تنتظر اعتذارا رسميا حيث لا توجد عقبات أمام تركيا في إطار حق الرد بالمثل أي أن تركيا لا يمكن أن تكون طرفا يدأس عليه ويسكت والجدير بالذكر أنه في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تعمل السفن التجارية التي ترفع العلم اليوناني بشكل مكثف فإن متطلبات مبدأ المعاملة بالمثل مطروحة أيضا كبطاقة قابلة للتطبيق وفقا لما يقتضيه القانون الدولي كما يذكر أن السفن العسكرية التابعة للبحرية التركية قبالة سواحي الليبيا بدأت متيقظة وعلى أتم الاستعداد وذلك للرد على أي مضايقات واستفزازات جديدة محتملة بعد الحادثة هناك غضب في تركيا شديد جدا بعد تفتيش ألمانيا لسفينة بالمتوسط والاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة احتجت تركيا لدى ألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية بعملية بلطجية ضمن بئثة عسكرية للاتحاد الأوروبي تسمى بإيريني إلى متن سفينة شحن تركيا وحاولت تفتيشها للاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا مخالفة للحضر وهنا نقول ونكرر لماذا تمنع تركيا وتمنع الحكومة الشرعية من أن تمد بالسلاح لكي تقاوم انقلاب وتدخلات لمرتزقة سواء كانوا فاجنر الروس سواء كانوا مرتزقة جنجويد أو من أي مكان يأتون لكي يقاتلوا الحكومة الشرعية والشعب الليبي لماذا يسمح لهم لماذا تنتقل طائرات تحمل عتاد عسكري من روسيا إلى سوريا إلى ليبيا لماذا هناك قاعدة الخادم الإماراتية التي لا تتوقف عن الإمدادات العسكرية لماذا العبث بالأمن الليبي على مرأة ومسمع وبحماية دولية لماذا يريد أن يقيد تركيا التي انطلقت ولن تعود إلى القمقم مرة أخرى هذا هو الواقع الذي ينبغي على هؤلاء أن يفهموه وهؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة لغة القوة فقط هي التي تسكتهم ما كان لقرباغ وما كان لأذربيجان وما كان لتركيا أن تنتصر هناك لو أنها سكتت مئة عام ما كانت لقرباغ أن تتحرر وما كان لأذربيجان أن تنتصر ولا كانت المساجد حتى الآن تستخدم حظائر للخنازير كما كان يفعل الأرمن وكما هو المسجد الأقصى الآن محتل وكما هي مقدسات المسلمين تحت الاحتلال هنا وهناك الذي فعلته تركيا هو مثال واضح كيف تحرر المقدسات وكيف تستعاد الحقوق أما هؤلاء الذين يريدون للأمة الإسلامية أن تكون كما كان يفعل ترامب مع بن سلمان وبن زايد وغيره أنه يأخذ منهم الجزية بمئات المليارات من الدولارات وأنه يقول لو لم تدفع السعودية سوف نقطع عنها الحماية هكذا كانت تعامل مع الدول الضعيفة التي لا تملك لنفسها حماية أما تركيا فإنها تؤصل لقاعدة جديدة وأنها موجودة في المنطقة وأنها ستدافع عن حقوقها قالت وزارة الدفاع الألمانية أن جنودا من الفرقاط هامبورغ وهي جزء من مهمة الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وهنا نقول أنه حظر يرى بعين واحدة لا يرى المرتزقة بينما يرى الحكومة الشرعية فقط صعدوا على متن السفينة التركية خلال الليل ولكنهم انسحبوا بعد أن اعترضت تركيا لدى مهمة الاتحاد الأوروبي التي أمرت بالتفتيش ونشرت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في السفينة من جانب أردغان الرئيس التركي الذي رد غاضبا فؤاد أقطاي على تفتيش السفينة بالبحر المتوسط وقال أن هذا يخالف القانون الدولي مبينا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية وجاء ذلك في تغريدة لفؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي من جانب الاتحاد الأوروبي بكل بجاحة يحذر تركيا يأتي الحادث في وقت يشهد خلافا بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن العلاقات مع أنقرة وصلت إلى لحظة فاصلة بسبب تنقيب تركيا عن النفط في مياه تقول اليونان وقبرص أنها تابعة لها إذن هذا هو عين القصيد القضية ليست قضية سلاح والقضية ليست قضية نقل سلاح إلى ليبيا أنهم يتكلمون الآن على السيادة التركية على أراضيها والجرف القاري ويقولون أنهم سيقفون إلى جانب قبرص واليونان إنحيازا صليبيا ضد تركيا المسلمة ومصالحها مضيفا هذا المتحدث باسم الخارجية الاتحاد الأوروبي أنه من الممكن فرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل هذا ما كانوا يخططون إليه وكانوا يظنوا أنهم سيحصلون على أسلحة في السفينة وبناء على ذلك يقومون بفرض عقوبات مبررة لهذا الأمر هل تكون تركيا قد خدعتهم وسرب معلومات استخباراتية عن عمد لكي يقع الاتحاد الأوروبي في شر أعماله ولكي يخرج صفر اليدين ولكي تسجل عليهم تركيا نقطة كبيرة جدا وهمة أنهم فتشوا سفينة ذات سيادة ولم يكتشفوا شيء ولكن خرجوا صفر اليدين من هذه العملية تركيا التي سترد بالمثل وستعاقب على هذا العمل الدفاع الألمانية لم تجد شيئا على السفينة الجنود لم يعثروا على أي شيء حتى وقت صدور الأوامر بمغادرة السفينة وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترب بها دوليا في ترابلوس في قتالها مع قوات شرق ليبيا التي يقودها المتمرد خليفة حفتر من جهتها الخارجية التركية قالت أن الربان أبدى تعاونا وقدم المعلومات عن حمولة السفينة وجهته ولكن تم التفتيش بشكل مهين وبشكل استفزازي لم ولن ترضى عنه تركيا لذلك نقول أن تركيا تؤكد أن الاعتداء على السفينة التجارية لن يمر مرور الكرام وأن السفن الحربية التركية على أتم الاستعداد للرد تركيا سترد بالأعمال وفي الميدان كما قال وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو أن الرد ما سترون لا ما ستسمعون هكذا كان رد تركيا وهو المتوقع أنها لم ولن تسكت على هذا العدوان الذي يمس السيادة التركية تركيا التي خرجت من الحصار ولا يمكن لها أن تعود لتحبس داخل حدودها مرة أخرى متابعين الأعزاء أتمنى أن أكون قد أوصلت لحضراتكم وجهة النظر التركية تجاه هذا العدوان السافر ضد الحكومة التركية وضد السيادة التركية إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته